تحتفل مصر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر في الثلاثين من يوليو كل عام يأتي احتفال مصر هذا العام تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركب باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفا وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر تحت شعار عدم ترك أي طفل خلف الركب باعتبار الأطفال من أكثر الفئات ضعفا وعرضة للاستغلال من مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر تحتفل مصر يوم الثلاثين من يوليو باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر والذي أكرته الجمعية العامة للأمم المتحدة للتذكير بأهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الجريمة التي تنال من كرامة الفرض وتهدد المجتمع وعلى ضو اهتمام مصر بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر واعتبارها أحد أهم أولوياتها فقد أصدرت القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وتم إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالبشر ودمجها لاحقا مع لجنة مكافحة الهجرة غير الشرعية لتصبح اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط المعنية بتلك الجرائم وتضم اللجنة في عضوياتها 30 وزارة وجهة وطنية معنية بالتعامل مع هذه الجريمة ومكافحتها وحماية ضحاياها من منظور متكامل وأطلقت الحكومة المصرية ثلاث استراتيجيات وطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كان آخرها الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر وتقوم على أربعة محاول رئيسية هي الحماية الملاحقة الجنائية المنع والشراكة كما تم إطلاق آلية الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار بالبشر بهدف تقديم خدمات المساعدة القارنية والصحية والنفسية وبرامج إعادة التأهيل لضحايا هذه الجريمة وعلى ضوء أهمية التواصل مع الفئات المستهدفة حرصت مصر على إطلاق حملة إعلامية طويلة المدى من مايو عام 2019 حتى يناير 2023 تحت شعار معا ضد الاتجار بالبشر من أجل رفع مستوى الوعي بجريمة الاتجار بالبشر وقد استهدفت الحملة التعريف بالجريمة وخطورتها والعقوبات التي حددها القانون للجناة بالإضافة إلى خدمات الحماية والمساعدة التي تقدمها الدولة لضحايا الجريمة وتوعية المواطنين بأشكال الجريمة وحثهم على الإبلاغ عنها من خلال المنظومة الوطنية لتلقي الشكاوى